رغم الإجراءات المتخذة للحد من الهجرة غير النظامية عبر مياه البحر المتوسط من سواحل شمال إفريقيا صوب قارة أوروبا إلا أن المحاولات مستمرة والغرق في تزايد وجديد التطورات هو ما أعلنته السلطات التونسية من فقدان 23 مهاجرا إفريقيا على الأقل ووفاة أربعة بعد غرق قاربين قبالة سواحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا لكن في نفس الوقت تمكنت قوات خفر السواحل التونسية من إنقاذ 53 آخرين قبالة صفاقس جنوب شرق البلاد من بينهم اثنان في حالة حرجة هذه المحاولات ليست الأخيرة ولن تكون على ما يبدو ففي رابع من أبريل اعتقل الحرس الوطني التونسي 52 مهاجرا غير نظامي بالإضافة إلى اعتقال أربعة أشخاص متهمين بالتخطيط لهذه الرحلات رحلات هجرة غير نظامية وفي هذا الصدد أوضح منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس أن عدد المهاجرين الذين منعوا من الوصول إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى مارس الماضي أو الواحد وثلاثين يعني نهاية مارس الماضي بلغ حوالي خمسة عشر ألف مهاجر من جنسيات مختلفة وتونس ليست نقطة الانتلاق الوحيدة بل جرتها ليبيا أيضا فالمنظمة الدولية للهجرة قالت إن نحو ثلاثة وسبعين مهاجرا فقدوا ويعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد غرق قارب كانوا على متنه قبالة السواحل الليبية في الخامس عشر من فبراير الماضي وفي الثالث عشر من مارس الماضي أيضا أكد خفر السواحل الإيطالي أن ما يزيد على ثلاثين مهاجرا أصبحوا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كانوا يحاولون الإبحار به إلى سواحل أوروبا الجنوبية هذا وقدرت منظمة الهجرة الدولية أن عدد الوفيات الناجمة عن الهجرة السرية منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى ما يزيد عن مئة وثلاثين شخصا ولفتت المنظمة إلى أنه منذ عام الفين وأربعة عشر مات ما يقرب من خمسة ألاف مهاجر غير نظامي أثناء محاولاتهم الوصول إلى وجهات مثل الولايات المتحدة أو بلدان الاتحاد الأوروبي ورغم ارتفاع نسبة الوفيات واتخاذ دول أوروبية سياسات أكثر تشددا تجاه الغجرة غير النظامية لكن حلم الهجرة إلى أوروبا ما يزال يراود عقول الكثيرين خاصة في إفريقيا